مع اقتراب موعد عقاد مؤتمر جنيف الخاص باليمن الخميس القادم يكثف المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ جهوده الدبلوماسية في الالتقاء بالاطراف السياسية لاجاد ارضية ثابتة لانطلاق المؤتمر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي التقى المبعوث الاممية في الرياض واكد ان الحكومة تبذل جهودا لوقف العنف والعودة الى الحوار وجدد هادي تمسك الحكومة ببنود القرار الاممي الفين ومائتين وستة عشر قبل التفاوض مع ميليشيات صالح والحوثيين الموقف ذاته ابداه نائب الرئيس اليمني خالد بحاح لدى لقائه ولد الشيخ في مقر يقامته في الرياض وربط بحاح بين موافقة الحكومة على المشاركة في حوار جنيف باظهار النوايا الصادقة على الارض من قبل المتمردين الحوثيين مؤكدا ضرورة ان تلزم الامم المتحدة ميليشيات الحوثي وصالح بالانسحاب من كافة المدن التي اجتاحتها بقوة السلاح ولد الشيخ التقى قبل ذلك بقادة الاحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة في الرياض الذين اكدوا التزامهم بنفس المطالب اساسا للعودة الى الحوار نحن سنكون عون للامم المتحدة في انجاح مهامها الحقيقية التي تتمثل بتطبيق الشرعية الدولية وتنفيذ القرارات نحن الان في مرحلة تنفيذ قرارات ولسنا في مرحلة حوار من اقل الحوار وكان الرئيس هادي بعث رسالة الى الامين العام للامم المتحدة ابلغه فيها ان المستجدات الحالية لا تساعد على اتخاذ قرار بالمشاركة في جنيف مضيفا ان جماعة الحوثي لم تبدح حسن نية ولا اي تجاوب مع محاولات الحل السياسي للازمة وفد من جماعة الحوثي يضم صالح الصماد ومحمد عبد السلام واخرين غادر العاصمة صنعاء برفقة وفد عماني على متن طائرة خاصة متوجها الى مسقط لاجراء مباحثات مع المسؤولين العمانيين بشأن الازمة اليمنية وتوقعت مصادر ان يشارك الوفد الحوثي في محادثات جنيف القادمة عماد الدين همام العربية